الثامن من كانون الأول موعد مؤتمر الرياض الذي يسعى لتوحيد رؤية المعارضة السورية تجاه العملية السياسية لتشكيل وفد يمثل جميع أطياف المعارضة السياسية والعسكرية المعتدلة وربما الوطنية بمنظور الأسد لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي ذكر في مقابلة أنه لم يعد متمسكا برحيل الرئيس بشار الأسد قبل انتقال سياسي في سوريا وهو يقول متسائلا كيف يكون محاربة تنظيم الدولة بجهود سورية موحدة ممكنا بوجود الأسد الذي ارتكب كل هذه الفضائع ويقف ضده جزء كبير من السكان التصريحات الأمريكية خلال اليومين الماضيين أمام وسائل الإعلام ركزت حينا على أن الأسد مجرم ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل في سوريا وحينا آخر قالت إنه يمكن توحيد المعارضة والنظام لقتال تنظيم الدولة دون رحيل بشار الأسد خرج كيري في العاصمة السربية بيلغراد ودعا إلى تشكيل قوات برية عربية وسورية لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا وأضاف كيري أنه إذا أمكن تنفيذ عملية انتقال سياسي سيكون في الإمكان جمع الدول والكيانات معا وتحقيق فوز سريع على تنظيم الدولة كيري ذاته خرج يوم الجمعة ليقول أنه قد يكون من الممكن حمل قوات النظام وقوات المعارضة على التعاون ضد تنظيم الدولة دون رحيل بشار الأسد تحجر الرأي الروسي بالحل السياسي المتضمن بقاء الأسد والانفصام الذي يعيشه سياسي الدول المشرفة على مؤتمر الرياض وتقلبات في المواقف قبيل هذا المؤتمر الذي سيضم تيارات وأشخاصا بعضهم مكشوف الأوراق سابقا ومنهم ذو صلة مع النظام الذي يوجز إجرامه بمقطع فيديو لبكاء الأرامل على أزواجهن وأطفالهن فهل هي ورقة للضغط على المعارضة لإفراز جسم جديد يوافق على ما ينتج عن المؤتمر أمن الدول المشرفة على المؤتمر قد قسمت مصالحها فيما بينها بالكعكة السورية بالاتفاق مع حلفاء النظام لوأد ثورة الشعب وتسير تلك البصالح عبر مصادقة المؤتمرين على الحل السياسي المزعوم اشتركوا في القناة